طيب شايف يعني السلسلة بتبقى كده وارد تخسر اول مباراة وبعد كده تكسر انت كده كده عشان تفوز بسلسلة النهائي لازم تفوز في مبارايتين وتفوز مبارايتين دول اربعة مباراة فاصل مباراة يعني في الاول والاخر الموضوع لسه في ايدك طبعا شايف فرص تعودنا بكرة او فرص ان احنا يعني نخش في السلسلة مرة اخرى ونتعادل بكرة ايه طبعا اهم شيء يعني الدور بقى هنا دور الجهاز الفني ودور اللعيبة الكبيرة في سلسلة البلاي اوف ما بيبقاش في وقت لالتدارك مثلا انت في هزيمة النهاردة مفاجأة مش متوقعة او تفرح بفوز يعني الاتنين واحد بالزبط انت لتحبط من المباراة سرتهى ولا تفرح بفوز لان انت لسه ما حسمتش السلسلة بالزبط يعني حتى لو احنا النهاردة كنا الفوزنا كان لازم برضو نستعيد تركزنا في اصرع وقت عشان هيبقى عندنا ماتش تاني بكرة نهاردة ربنا يعني يعني ما توفقناش ان احنا نكسب المباراة لازم ده دور اللعيبة الكبيرة طبعا وانا دي بقى دي من الحاجات الكويسة ففرت من دي الاهلي طب انت لما كنت تترعب معهم يا كابتن وكنت بتعده بقازمة زي دي او ظروف زي دي وانت يا ما عاشتها مع الفريق الاول كنت بتعمله ايه اول حاجة بتعمله ايه اول حاجة بتعمله هدو وقت راجعين القتيل كنت بتعمله ايه لازم طبعا كل يعني اللعيبة الكبيرة اللي هي دور مهم جدا ان زي نوقف خلاص كلام عن المباراة اللي فاتت نتدرك الماتش كان لي ظروفه واكيد احنا هنحلله فنيا كل حاجة في الاخر هنحلله فنيا نشوف احنا كنا كويسين في ايه ايه اللي محتاجين نركز عليه بكرة لازم اللعيبة الكبيرة اللي هي دور في لم الفريق الجهز الفرني طبعا لازم هنا بقى دور بقى كابتن ميلو طبعا برضو في لم الفريق مع الداة فولي بول لازم الماتش يتحلل كويس جدا نشوف ايه النقط الضعف اللي كانت موجودة عندنا